يا صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة في نهارك سعيد موجودين معاكوا طبعا زي كل يوم وساعتين مباشرة على الهواء معانا مجموعة متميزة مختلفة متنوعة جدا في الفقرات النهاردة هنقولكم ايه هي على طول بس خليلين في الاول اصبح على فادي صباح خير يا فادي صباح خير يا صباح خير على كل مشاهدين هاي اللايف شبكة انتين في كل حتة في الدنيا حلقة 23 يناير 2015 يا رب منتصف اسبوع سعيد على كل المصريين لكن لما نقرأ انه الدولار زاد 10 ساخ في يومين الدولار الرسمي 10 ساخ في يومين يبقى أسطر يا رب هيكون معانا طبعا اهم الاخبار في الفقرة الاولى فقرة منشتات الصحافة المصرية يكون مشرفنا الكاتب والمحلل السياسي مروان يونس نتكلم معاه عن اهم العناوين واللي قلت اهمها اعتقد بالنسبة للناس كلها لان ده اكيد هيأثر على الحالة الاقتصادية معانا نهاردة في فقرة من فقرات نهارك سعيد أول أصم يترشح للانتخابات البرلمانية والملقى بالأصم الناطق على فكرة هو شخصية ذكية جدا 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 وبيعرف يقرأ الشفايف كويس قوي قوي نهاردة بجد هتستمتعه جدا بالفقرة دي معانا نهاردة نعرف منه تفاصيل كتير ايه اللي خليه يفكر في الخطوة دي وايه اللي عنده متخيل انه ممكن يقدمه من خلال وجوده أو ترشحه في الانتخابات البرلمانية هيكون معانا الأستاذ رامز عباس وعن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات وتحديدا مؤتمر الطاقة في أبوظبي هيكون معانا فقرة مهمة مع الكاتبة الصحفية أستاذ السوسن أبو حسين نتكلم فيها عن ملامح الزيارة خصوصا أنه عدى على المملكة العربية السعودية وهو راجع علشان يتطمن على صحة على عاهلة السعودي ونتكلم عن أهم الأخبار والتصريحات اللي قالها الرئيس لوفد الإعلاميين والصحفيين اللي كانوا معاه واللي أعتقد أنه أهمها أنه الرئيس قال أنه عايز يعين بعض الشباب في منصب المحافظين خصوصا أنه 90% من اللي اتعرض عليهم المنصب أعتذروا ونتناقش في أهم التفاصيل في الفقرة دي أعتقد أن تهم كل الناس بعيدا عن السياسة هيكون معانا نهاردة فقرة كلنا هنحاول أن نستفيد منها بأي شكل لأنه في الشيطة الصراحة من أهم المشاكل اللي بتواجه مش بس المرأة لأ كمان الرجال هي جفاف البشرة جفاف البشرة دي مشكلة كبيرة وعايزين نعرف من دفتنا الموجودة معانا نهاردة هتكون في الستوديو إزاي ممكن نستخدم الكريمات وإيه أنواع البشرة وإيه الكريمات المناسبة ليها وإزاي ممكن نتخلص من المشكلة دي مع دفتنا الأستاذة نسرين عبدالشافي وهي خبير التجميل ويكون جمال معانا فقرة مهمة جدا أعتقد تهم كل الشباب وكل اللي عاوزين يتجوزوا اللي مقابلين على تجربة الدوال هتكون عن كيفية اختيار شريك الحياة إزاي نقدر نختار شريك حياتنا بعيدا عن التصرف وبعيدا عن التسرع وبعيدا عن الاندفاع والانصياح وراء المشاعل العاطفية فقط لأنه شريك الحياة ده بيكمل معانا بقية العمر هيكون معانا دكتور محمد مكاوي باحث ومحاضر في العلوم الإنسانية ساردنا لحضراتكم النهاردة فقراتنا هتكون إيه هي ومين ديوفنا هنروح لأول فاصل ونرجع مرة تانية مع فقرة الصحافة ووفادي